اشتركوا في القناة ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح للامة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله واصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتوى الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها لأمة الحبيبة في زمن الماديات والشهوات في زمن انحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت وظن كثير من الناس أن الحياة تنتهي بالموت وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون على رب الأرض والسماء للسؤال عن الكثير والقليل وعن الكبير والصغير قال جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الصغرى للساعة وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن علامات وقعت وكثرت وانتشرت وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى تدبروا معي أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين يدي الساعة بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة شايف التعبير النبو البليغ الجميل بين يدي الساعة تسليم الخاصة يعني إيه في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة يا الله إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة وقد وقع هذا بصورة واضحة فقد ترى المسلم مع أخيه المسلم في بيت واحد من بيوت الله جل وعلا بل يصلي إلى جواره خلف إمام واحد ولقبلة واحدة ويصلي معه لرب واحد جل جلاله ومع ذلك قد لا يسلم الأخ على أخيه قد لا يسلم الأخ على أخيه قد لا يسلم إلا على من يعرفه فقط وهذا خلاف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نسلم على من نعرف وعلى من لم نعرف بل لقد قال الحبيب كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الله أكبر أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم الله فرسولنا رسول السلام فلتسمع الدنيا رسولنا رسول السلام وربنا جل جلاله هو السلام والجنة هي دار السلام وتحية المؤمنين لربهم في الجنة تحية المؤمنين حين يدخلون الجنة السلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام بل وتحية الملائكة لأهل الإيمان في الجنة السلام سلام عليكم طبت فادخلوها خالدين فديننا هو دين السلام ونبينا نبي السلام وربنا هو السلام وجنتنا هي دار السلام وتحيتنا في الجنة أسأل الله أن نكون من أهلها هي السلام وتحية الملائكة لنا في الجنة إن شاء الله تعالى هي السلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يا أخي سلم على إخوانك من المسلمين لا تسلم على من تعرف حسب بل سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو المراد بتسليم الخاصة الأخوة الإيمانية ضعفت الآن جدا قلت في القلوب والله تبارك تعالى قل إنما المؤمنون إخوة فإن وجدت إيمانا بلا أخوة فعلا بأنه إيمان ناقص وإن وجدت أخوة بلا إيمان فعلا بأنها ليست أخوة الدين وليست أخوة الإيمان بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع إذا انتهت المصلحة وانتهت المنفعة قلت هذه العلاقة بل ربما انقطعت هذه الآصرة لذا أقول الآصرة الإيمانية هي أشرف الأواصر وهي أعظم العلاقات وهي أغلى الروابط لأن المؤمنين جميعا كأنهم روح واحد حل في أجسام متفرقة كأنهم أغصان تنبثق كلها من دوحة واحدة لذا يقول ربنا جل جلاله إنما المؤمنون إخوة فمن علامات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام تسليم الخاصة يعني لا يسلم الرجل إلا على من يعرفه فقط من إخوانه ويطرك بقية إخوانه ويصلون معه في بيت واحد من بيوت الله جل وعلا لا يلقي السلام عليهم وتزداد المأساة إذا كان يتعمد عدم التسليم لأن هذا يعني لا ينتمي إلى منهجه الذي ينتمي إليه أو لا ينضم لم ينضم إلى جماعته التي هو ينتسب إليه إلى آخر هذه النظرة الحزبية الضيقة التي أسأل الله أن يطهر قلوبنا وعقولنا منها وما أشرف هذه الصلة وما أعظم هذه الجماعة وما أكرمها وأكبرها تلك الجماعة التي يجب على كل مسلم أن يعتز بالانتماء إليها ألا وهي جماعة المسلمين ألا وهي جماعة المسلمين إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله الله أكبر في أغلى من كذا في أعلى من كذا في أكرم من هذا ولا أشرف من هذا إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله دعك من هذه الحزبية والعصبية اللي شتتت الأمة ومزقت الصف في وقت تكالبت فيه كل أمم الأرض على أمة الإسلام والتوحيد والإيمان ولا زلنا متشرذمين متفرقين متنازعين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين هذه جماعة التي أنتسب إليها هذه جماعة التي أعتزوا وأشرفوا بالانتساب إليها هو سماكم المسلمين لا حرج في هذه المسميات بشرط أن يكون الخلاف بينها خلافة نوع لإثراء العمل الإسلامي لكن الواقع يقول ويؤكد أن الخلافة بيننا الآن خلافة تضاد خلافة تضاد ولا حول ولا قوة إلا بالله يأتي هذا التنازع وهذا التشرذم ليزيد الفرقة فلنرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولنرجع إلى هذه الجماعة لنشرف جميعا بالانتماء إليها والانتساب إليها ألا وهي جماعة المسلمين صحيح كان فيه المهاجرون والأنصار وأهل الصفة وأهل بيعة الرضوان إلى آخره لكن لما تحولت هذه المسمات إلى نعرة وقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال نبي المختار دعوها فإنها منتنة وأنا أقول لأحبابي وإخواني الآن دعوة هذه العصبية فإنها منتنة وعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة سيدنا رسول الله وإلى الجماعة الأم التي يجب على كل مسلم أن يشرف بالانتماء إليها ألا وهي جماعة المسلمين أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمعنا على القرآن والسنة بفهم الصحابة إنه ولي ذلك والقادر عليه بين يدي الساعة تسلم الخاصة سلم على كل أخ مسلم أخي وأنت يا أخت سلمي على أختك المسلمة هتألد الأخت على معصية ذكريها بالله تبارك وتعالى دخل المسجد بزي غير منضبط شرعا ذكريها بالله تبارك وتعالى بكلمة رقيقة مهذبة جميلة وأنت أخي الحبيب هذا الرجل مبتدع هذا الرجل مقصر يا أخي ذكره بالله سبحانه وتعالى بأسلوب رقراق مهذب جميل وإلا فوالله لن نملك أن نحول القلوب من البدعة إلى السنة ومن الشر إلى الخير ومن الباطل إلى الحق ومن الضلال إلى الهدى إلا على منهج صاحب السنة صاحب الهدى صاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك ولو كنت فضا هذه تقل رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف يكون حالي وحالك أيها الحبيب اللبيب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وفشووا التجارة الله هي التجارة حرام يا شيخ أبدا طب ليه النبي ذكرها من علامات الساعة آه خلي بالحضرتك هذا أصل مهم جدا ليس بالضرورة إن ذكرت علامة من علامات الساعة أن تكون محرمة ليس بالضرورة إن ذكرت علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة فشووا التجارة علامة من علامات الساعة من العلامات الصغرى لكن التجارة ليست حراما اللهم إلا إذا كانت التجارة في أصلها حراما كما سأبين الآن التطاول في البنيان علامة من علامات الساعة ليس حراما ظهور المهدي تحدث عنها بالتفصيل ليست حراما وهكذا فليس بالضرورة إن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة فمن هذه العلامات ما هو محرم كما بينا ومن هذه العلامات ما لم يحرمه رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فشووا التجارة أظن الآن الصورة واضحة جدا انتشرت التجارة بشكل ملفت يعني قد تمشي الآن في شارع في شارع واحد بدون مبالغة قد ترى تقريبا بين المحل والمحل محلا تجاريا آخر يعني كثرت المحلات حتى ولكن كانت صغيرة لكن اللفتة النبوية الجميلة يقول حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة صورة واضحة جدا صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى التجارة ليست حراما لكن أود فقط أن أبين أن التجارة لابد لها من ضوابط الدنيا يا إخواننا مزرعة للآخرة مزرعة للآخرة لا عيبة في أن تتاجر لأدن حبشرك بشرة جميلة أيها التاجر الحبيب إن أشرف من تاجر هو المصطفى الرسول عمل بالتجارة في مال خديجة رضي الله عنها إن أشرف من تاجر هو رسول الله فكانت تجارة المصطفى تشريفا وتكريما لكل تاجر مسلم على وجه الأرض فما فيش حرج إن أنك أنك تتاجر لكن بشرطين الأول أن تتاجر في الحلال بالضوابة الشرعية وأن تؤدي حق الكبير المتعال معك مليون تقدر تخليهم خمسة مليون يلا بسرعة خليهم خمسة مليون بس بالحلال اجمع من الحلال وتاجر في الحلال وأدي حق الكبير المتعال لا حرج على الإطلاق قضية أخوانا مش قضية إن إحنا لا نترك الدنيا لغير المسلمين ونقول إحنا يعني درويش من أهل الآخرة ومن قال بأن من عاش للآخرة تترك الدنيا من قال هذا من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم وأطهر وأشرف من عمل للآخرة ترك الدنيا إطلاقا سأنا أحد أقول لك ده ده المطلوب الزهد في الدنيا يعني إيه يعني الإنسان يبقى عزك الله يعني التوب ريحته تقرف والمنظر يقرف ويراجل منعزل بدعوى أنه زاهد في الدنيا إن أزهد الخلق هو المصطفى ما عرفت الدنيا أزهد من رسول الله ومع ذلك يأتيه سائل ليسأله تصور النبي أعطاه النبي غنما بين جبلين غنما بين جبلين أمرت عليه أو قط ربط الحجر على بط من شدة الجوع نعم ليبين لنا حال الدنيا ومن أصحاب رسول الله من قسم مراثه بالفؤوس من الذهب قسم مراثه من الذهب بالفؤوس عبد الرحمن بن عوف الصديق رضوان الله عليه أبو طلح الأنصاري فنريد أن نفهم القضية فهما دقيقا يقول علي رضي الله عنه الدنيا دار صدق لمن صبقها ودار نجاة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة الزهد أن تترك الحرام الزهد أن تترك ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى الزهد أن يكون بين يديك كل شيء تستطيع أن تفعله لكنك لا تفعل إلا ما أحل الله لك لا ترتكب الحرام تقوى لله سبحانه وتعالى وحبا لسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هي أعلى مقامة الزهد هذا هو أعلى مقامة الزهد وهذه أعلى درجات الزهد أن تترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وأنت تقدر على أن تفعل هذا الحرام لكنك تتركه طاعة لله جل وعلا واقتداء وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن تاجر ما فيش حرج أيها الحبيب لكن تاجر بشرف تاجر بأمانة فيه ضوابط أخطر هذه الضوابط أن تتق الله سبحانه وتعالى وأن تكون تجارتك حلالا وأن تكون تجارتك منضبطا بالضوابط الشرعية بالحلال يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحان الله إذا باع لإخوانه أو للآخرين يريد أن يبخسهم حقهم وإن اشترى ما تطب بالميزان يا أخي يا أخي طب حطك من حبت بطاطس ولا حب الطماطم ولا أي شيء الله سبحان الله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا اشتروا من الآخرين يريدون أن يأخذوا حقوقهم كامل مستوفاة وإن باعوا للآخرين يتفنن أحدهم في أن يطفف الميزان في أن يطفف الكيل ولا حول ولا قوة هذا غش في التجارة لا تحتاج من أحد أن يقول لك لا تفعل هذا وإنما راقب أنت ربك سبحانه وتعالى راقب الله الذي يعلم منك السر وأخفى يستطيع التاجر الآن بخفة يد بخفة يد أن يسرق في الميزان وهذا الزبون المسكين الوائف لا يدرك هذا يا أخي أنت تخادع من إن كان هذا الذي يشتري منك ليراك أنسيت أن الله جل وعلا يسمع ويراه راقب الله سبحانه وتعالى أيضا من هذه الضوابط عدم الغش أي تاجر على وجه الأرض أنا لن أفصل في أنواع التجارات أيًا كانت تجارتك أنت أخي الحبيب تعلم يقينا الحلال والحرام وتعلم الأمانة والغش راقب الله سبحانه وتعالى لا تخدع أحدا حتى لو كنت تبيع سيارتك الخاصة أنت في هذه اللحظة تصبح تاجرا فبين واصدق واصدق الله جل وعلا قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق الله صدق وبينا بورك لهما في بيعهما بورك للبائع وللمشتري الآن محقة البركة ليه بالغش بالكذب بالخيانة فقط أنا أريد أن أحصل المال والمكسب بأي صورة من الصور حتى ولو كنت أعلم يقينا عيبا خطيرا في سلعتي التي أروج لبيعها أنا أعلمه لكنني بكل الصور أريد أن أخفي هذا العيب عن هذا المسكين المشتري حتى يأخذ السلع وينصرف طب وماذا بعد وماذا بعد والله العظيم ما ينفع هذا المال والله ما ينفع هذا المال تحضرتك متصور الجنيه اللي خدته زيادة الالف الخمسة الميت الف المليون كلهم بحسب تجارته والله لن ينفعك والله لن ينفعك وإن توهمت أنه سنفعك في الدنيا ستسأل عنه بين يدي الله تبارك تعالى في الآخرة وستطرك كل هذا المال للورثة كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى في علامة أخرى خطيرة من علامات الساعة انتشرت الآن بصورة مؤلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم الغش النبي عليه الصلاة والسلام كما فيه صحيح مسلم من حديث أبي ريرة مر على السوق مر على السوق فوجد رجل أن يبيع طعاما فمد الحبيب صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأصابت يده بلل طعام شكله جميل دسمه عند علمائنا توشيش الأقفاص يعني تلاقي وش الأفص شكله ملفد جميل انظر كده الوش الأفص زكاة فكهة أو يعني أي نوع من أنواع الخضار ما شاء الله لك وتإلا بالله هذا اللي الضور الأول شيله يعني إن الله وإن الله ليه كذا أخي ليه يا أخي الحبيب ليه كذا أيتها الأخت الكريمة ليه ليه هذا الغش ليه هذا الغش مش محتاجين حد يذكرنا بهذا هذا أمر بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى هذه مسائل في غاية الأهمية نريد أن نصلح بأحداث النهاية دنيانا لنسعد في دنيانا وفي أخرانا فأنا لا أقول كلمات ثم أنصرف فإنما والله أؤصل بهذه الموضوعات يعني حياة للحياة حياة للحياة نريد أن نصحح مسيرتنا نريد أن نصحح أخلاقنا نريد أن نصحح سلوكياتنا بكتاب ربنا وبسنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لنحيي دنيانا ولنسعد في دنيانا وأخرانا جعلني الله وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة النبي عليه الصلاة والسلام مد يده يا الله شايف النبي القد والأسوة مد يد الطعام شكله بره جميل الأفص من بره شكله حلو فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فأصابت يده أو أصابعه بللة الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام الله الطعام من بره شكله جميل ومن تحت أنتم تعلمون تغير لا يصلح للبيع غش بشع ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله يعني نزل عليه المطر فقال الحبيب يا الله شايف التوجيه ده أقسم بالله لو الأمة أخذت هذا التوجيه النبو فقط وطبقه كل تاجر في مجال تجارته والله العظيم لسعد الناس في الدنيا والآخرة يا الله جل القضايا المعروضة على أحبابنا وإخواننا من القضاء في المحاكم والله ستزول أو على الأقل حتى أكون صادقا والله سينتهي معظم هذه القضايا بصدق الناس في التعامل البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما وإن كذبا وكتما يا كذب وغش وكتمان محقت بركة بيعهما ما فيش بركة لا للباع ولا للشترى لا حول ولا قوة إلا بالله محقت بركة بيعهما ليه بسبب الغش بسبب أخلاقياتنا نحن 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 نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليصحح الله لنا كل شيء من حولنا لتستقيم لنا الحياة لنسعد في دنيانا وأخرانا مطلوب فقط نراجع أنفسنا ونرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله النبي يقول له ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله اسمع النبي قال له يا الله قال أفلا جعلت هذا أفلا جعلت هذا فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا يا الله هاتلي بقى كل بلغاء الأرض وجمع لكل ألفظ اللغة في قوامس اللغة عشان تعبر عن هذا المعنى الكبير الضخم بهذه الكلمات البليغة القليلة صلى الله على من آته الله جوامع الكلم ده دستور دستور نبوي يسعد أهل الأرض في الدنيا والآخرة يا أخي اظهر عيب سلعتك وتجارتك كي يراها الناس ويستطيع المشتري أن يحدد قيمة السلعة بناء على هذا العيب بل بين له أنت أصدق الله وبين له أفلا جعلت هذا فوق الطعام أخرج الرديء يا أخي بعد وش الأفص ده فيه إيه أصدق الله أنت وحدك الذي تعلم أنت وحدك أيها التاجر الحبيب الذي تعلم عشان كده لا تستغرب أن يكون التاجر الصدوق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزل في منتهى الخطورة أن يكون التاجر الصدوق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة منزل حالية جدا أصدق الله سبحانه وتعالى وبعدين تذكر هذه العبرة من غشنا فليس منا الله أكبر أنت تجرتك إيه في الفواكه الخضروات السيارات في 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 أي نوع تذكر دايما رسول الله لك من غشنا فليس منا وانت بتغل في السلعة الله انت عارف أن قطعة الغيار دي مزورة مغشوشة أو بلغة السوق مضروبة ليه كده ليه بتقدمها على أنها قطعة أصلية يابنية وانت عارف أنها ليست يابنية الله البدج اللي انت دقته عليها ده ده ممكن يخرجك في الدنيا والآخرة من مؤخذة الله لك كاتب عليها مصنعة في اليابان وأنت تعلم يقين أنها ليست مصنعة في اليابان والسلعة دي تمنها ميت جنيه لأنها أصلية ومغشوشة ما تسويش عشرة جنيه بتبيعها بميت جنيه ليه يا أخي اقسم بالله حرام عليك والمال ده مش هينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة طب انت بتعمل لمين طب انها ايه ما انت حتموت وانا هموت وسنترك هذا المال للورثة خلي الورثة باعت نعمه طب وانا انا المسكين اللي ما كنتش بنامي الليل ولا النهار كنت بضيع الصلاة ولا حول لقت سامع الاذان اللي عزو البيت يحرم على الجامع غلط مستحيل مستحيل ومع ذلك القى الله جل وعلا واسأل بقى تعال انت جبت المال دمنيين الله اكبر وانفقت فيين لا جبت منين اصلا من البداية وانفقت في ايه بتسأل عن كل ارش عن كل جنيه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه طب انت بتزورها ليه بتغش ليه ليه يا اخي ما ترضى بما قسم الله لك سعرها الحقيقي كذا حط هامش تربح الى حرج الاسلام لن يحدد لك هذا هامش لكن يضبطه تقواك لله يضبط فاكرين في اول الحلقات قلتلكوا بان هارون الرشيد فاكرين هارون هارون ده كان يعني كان اميرا عادلا يغزو في سبيل الله عاما ويحجو في سبيل الله عاما وليس كما صور لنا ابدا ان رجل جواري ورجل رقص لا 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 حاشا لله كان يحجو في سبيل الله عاما ويغزو في سبيل الله عاما فهارون ده كان يخاطب السحابة في كبد السماء السحابة ويقول لها ايه ايتها السحابة في اي مكان شئتي فامطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله يا الله تعرف حضرتك المعنى إيه المعنى أن الملك واسع وسع الله ملك هارون يعني أي مكان المطر حينزل وحيخرج الزرع والنبات سيأتي إلى هارون كناية عن سعة الملك وسعة الدولة في عهد هارون رحمه الله تعالى ومع ذلك لما نم على فرش الموت والله يتخلي بالحضرتك هارون رشيد هذا الملك هذا الأمير لما نم على فرش الموت بكى وقال إيه قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يا الله فين ملك هارون أين الملك أين الجاه أين السلطان أين أين ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ثم قال أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه فحمل هارون الرشيد إلى قبره فنظر إلى القبر وبكى يا هارون من القصور إلى القبور ومن المهود إلى اللحود ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى الهوام والديدان يا مضوع صعب أوي لو عشت والله العظيم سيتغير المسار لو عشت الكلام ده والله سيتغير مسارك لأنه صحتما يعني مهما طالت الدنيا فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لا بد من طلع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر مستحيل حتخلد كان خلد المصطفى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون مستحيل قال تعالى كل نفس ذائقة الموت أسأل الله أن يحي قلوبنا جميعا وأن يذكرنا بالموت وأن يختم لي ولكم بالإيمان هارون بينظر إلى القبر وبكى قال إيه رفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه آه لو دام الكرسي لغيري ما وصل إلي لو دام الكرسي لغيري ما وصل إلي لا مسائل الكل بيسلم للتاني ده محطات يا أخي الحبيب والله ما حد خالد والله ما حد مخلت فيها على الإطلاق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فاغرس لنفسك هنا لتحصد هناك سعادة وعزة وكرامة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة يبقى تاجر بس بأمانة بشرف أي كان نوع التجارة تاجر بشرف وأمانة واكسب أيوة اكسب ما فيش حرج بس بشرف وأمانة أدي حق الله تبارك وتعالى وأوعى تبخل تربيني وس عليك سبحان الله كلنا فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله والله هو الغني الحميد الله أنا كنت مبارح إيه ولا شيء والله ما كان ولا شيء سبحان من تفضل علينا بنعمه سبحان من وسى علينا بأرزاقه كل أخي فينا إخواننا الأن ربنا وسى عليه التجارة يحود إلى الوراء ماذا كان فأدي حق الله سبحانه وتعالى لا تنسى الفقير لا تنسى المسكين تربيني وسى عليكم ما شاء الله أسأل الله أن يزيدك من فضله يا سلام خلي بالحضرتك من الحديث ده والله العظيم يعني الحديث ده مطلوب يتقل تقريبا بصفة ديمة بصفة مستمرة والحديث في الصحيحين يعني في أعلى درجات الصحة شوف كلام النبي بكل نور يا أخي كل نور صلى الله وسلم وبارك على من أتانا بالنور بيقول إيه عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى خلي بالك دي مش حدوتة ولا قصة ده حديث نبوي في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما كان في من كان قبلكم ثلاثة الأول رجل أبرص يعني مريض بمرض البرص أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين الثاني أقرع الثالث أعمى قال الحبيب فأراد الله جل وعلا أن يبتليهم يعني أراد الله أن يختبرهم فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا فأتى الملك الرجل الأول اللي هو مريض بمرض البرص فالملك بيقول له أي شيء أحب إليك يعني لو قلنا لك الآن تمنى تتمنى إيه فقال له هذا الرجل أن يذهب الله عني هذا الذي قذرني الناس وأن يعطيني لونا حسن وجلدا حسن هذه أمنيته وأمنيه في محلها الرجل مريض بمرض البرص عاوز ربنا يشفي ويعطيه جلدا جميلا ويذهب عنه هذا البلاء الذي تسبب في انصراف الناس عنه واش مئزاز الناس منه اسمع النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام قال فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسن جميل شفاه الله سبحانه وتعالى وخلي بالحضرتك الطبيب الله هذا حديث هذا حديث الطبيب الله وفي رواية الله الطبيب حديث صحيح الله الطبيب قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين أنت حضرتك بتذهب إلى طبيب الدنيا من أحبابنا وأخواننا الأطباء لتأخذ بالأسباب هذا سبب من الأسباب وإلا فالشفاء بيد مسبب الأسباب جل جلاله لكن مطلوب نأخذ بالأسباب مطلوب ما من داء إن إلا وجعل الله له دواء فتداوه يعني خذ بالأسباب لكن لا تعلق قلبك بالسبب ولكن علق قلبك بمسبب الأسباب جل جلاله فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب الله من يسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة في هذه الليالي الفضيلة أن تنزل على مرض المسلمين من شفائك ورحماتك وبركاتك ما تذهب به عنهم جميعا آلامهم يا أرحم الراحمين الملك بيقول له الأبرص عاوز إيه؟ ألعوز جلد جميل جلد حل وكذا جميل والبلاء ده يروح عني فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا خلاص كفايا كذا لا لسه الفضل قال له طيب أي المال أحب إليك بتحب إيه من الأموال قال له أحب الإبل الإبل يعني الجمال يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فأعطاه الملك ناقة عشراء بنص حديث رسول رب الأرض والسماء فأعطاه الملك ناقة عشراء ومش كده بس وإنما قال له الملك بارك الله لك فيها الله أكبر ودعوة الملك لا ترد مستجابة بارك الله لك فيها يعني في هذه الناقة فوقعت البركة أو إن شئت فقل فبركت البركة الله أكبر وذهب الملك إلى الرجل الثاني خلاص نسيب ده دلوقتي ونروح للرجل الثاني ونرجع له تاني هنرجع للرجل ده تاني خلي بالحضرتك خلي بالك انتهينا في بطاقة اختبار وفي دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل ليبلوكم يعني ليختبركم أيكم أحسن عمل فأتى الملك الرجل الثاني اللي هو إيه أيوة الأقرع أي شيء أحب إليك قال أن يعطيني لونا حسنا وشعرا حسنا فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وشعرا حسنا جميل طيب والمال بتحب أي من المال وأي شيء من المال أحب إليك قال أحب البقر فأعطاه الملك بقرة حاملة وقال له الملك بارك الله لك فيها وتركه وانصرف ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى أي شيء نحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه الملك فرد الله إليه بصرة فالأمر كله ابتداء واتهاء لله وإن يمسسك الله الله بضر فلا كاشف له إلا هو جل جلاله فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يا صاحب الهم إن الهم من فرج أبشر بخير فإن الخالق الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الخالق الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بتقواه وبرضاه وأن يصلنا جميعا إليه بهداه إنه ولي ذلك ومولاه أي شيء نحب إليك للأعمى قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه الملك فرد الله إليه بصرا تبو المال أي شيء من المال يحب إليك قال له أنا أحب الغنم قال أحب الأغنام فأعطاه الملك شاتا والدة وقال بارك الله لك فيها وتركه وانصرف اسمع النبي بقول إيه يا الله يقول فأنتج هذاني وولد هذا فأنتج هذاني وولد هذا يعني أنتج صاحب الإبل وأنتج صاحب البقر وولد صاحب الغنم فأصبح للأول الرجل اللي ربنا منع عليه بالجل الجميل وأعطاه الملك الناقة يقول النبي فأعطاه الله عز وجل ببركة الله تبارك وتعالى له في هذا المال أعطاه الله واديا من الإبل يا خبر بيض واديا من الإبل والثاني أعطاه الله واديا من البقر والثالث أعطاه الله واديا من الغنم وادي وادي مليا بقر وإبل وغنم طيب خلاص خلي بالك باعمل اختبار يا رب سلمنا يا رب ونجنا ارسل الله اليهم الملك مرة اخرى ارجع الاولان ذهب اليه الملك في صورة رجل ابرص يا الله عشان حتى يذكره بما كان عليه الملك رايح في صورة رجل ابرص وبيقول له ايه اللي كان با ابرص وكان فقيرا بيقول له مسكين الملك بيقول له مسكين وابن سبيل يعني انا رجل مسافر وما معيش مسكين فقير وابن سبيل انقطعت بي الحبال يعني الاسباب ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك فاعطني مما اعطاك الله قال امشي حول الاقوة الا بالله الحقوق كثيرة هذه كلمة كثير من التجار كلمة كثير من التجار كلمة كثير من الاغنياء الا من رحم رب الارض والسماء الحقوق كثيرة اعطيك واعطي غيرك وغيرك يلا امشي الله اكبر الله اكبر يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب اه لما الانسان ينسى اصله دي مصيبة كبيرة حين ينسى الانسان اصله هذه كارثة بكل المقييس ينسى فقرة وينسى ضعفة وينسى عجزة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أنسيت فقرك أنسيت أصلك أنسيت عجزك أنسيت جهلك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد من عرف ربه عرف نفسه من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام ومن عرف ربه بالقوة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق أنا ولا شيء قسم بالله لا ينطق لساني إلا بتوفيقه ولا يحفظ عقلي ولا جناني إلا بتوفيقه وما جلست هنا إلا بتوفيقه ولا يملك اي مخلوق على وجه الارض لنفسه اي شيء والله ما تملك لنفسك اي شيء وانت ما صمت الا بتوفيقه وما قمت الا بفضله وما من الله عليك بهذه النعم وبهذه التجارات وبهذه الارزاق الا بفضله تحتاج الى شكر والشكر مش كلمة اخوانا اطلاقا مش كلمة ولا قبلة اطبعها على كف اليد او على ظهر اطلاقا اعملوا اعملوا الى داود شكرا اعملوا الى داود شكرا واوعى تنسى ابدا فقرك وفضل الله عليك الملك بقول له الم تكن ابرصة فقيرا فاعطاك الله واغناك من فضله قال لا بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر كما تعرفنيش دا انا مولد في بؤء معلاء ذهب اه فقال له الملك ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت فصار كما كان ولا حول ولا قوة الا بالله خلاص صار كما كان دعوة ملك كما استجاب الله دعوة الملك في المرة الاولى استجاب الله دعوة الملك في المرة الثانية فصار كما كان فين الاموال وادي الابل خلاص خشف به ضاع كل شيء الجلد الجلد الجميل والشكل الجميل ابتلي بالبرص ما تخلي بالك خلي بالك عشان المال يا اخوانا ظل زائل وعارية مسترجعة اوعى اكل الحرام اوعى اموال اليتامة اوعى تكل بالغش والباطل اوعى تحتكر سلع عشان تتحكم في سعرها وتأكل اموال الناس بالباطل وتمتص دماء المساكين والفقراء ليه ليه يا اخي ده فيه ناس الان يعني ولا حول ولا قتل الا بالله اسأل الله ان يشرح صدوره واناويهم للحق لو ظل طوال حياتي يأكل يأكل او رقبا كنت عنده والله العظيم لن تنتهي لن تنتهي المال ده جابوا منين احتكر سلع الناس في امس الحاجة اليها الناس في امس الحاجة اليها لا تستطيع ان تواصل السيرة بدونها لا تحتكر هذه السلعة وبعدين اتحكم انا في السعر واضع من السعر ما اريد من اجل ان امتص دماء الفقراء والمساكين ليه يا اخي والله ما ينفعك وهتطرق كل ده للورثة ممكن معليش هرجع لحديث ثاني وحيدقول لي عم الشيخ ما هو لو لا ان ربنا راضي عليه ما كانش اعطاه لا خلي بالك ده دي خطرة جدا خلي بال حضرتك والله العظيم دي خطرة انا بسمعها كثيرا ولك ما هو لو لا ان ربنا يعني راضي عنه ما كانش اكرم ووسع عليه لا انت نسيت قارون حضرتك نسيت قارون قارون ده ربنا سبحانه وتعالى اعطاه بصورة لا يمكن ان يتخيلها العقل البشري تصور حضرتك ان العصبة من قول القوة رجال شباب اقوياء ما كانوش يقدروا بس يشيلوا مفاتيح خزن قارون مش الخزن لا المفاتيح مش ممكن وقال ما قاله الرجل الابرس بس بعبارة قارونية متكررة الايه لما ذكر بفضل الله وبنعم الله عليه قال كلمته الخبيثة التي تتردد الان تماما على السنة الكثيرين قال قارون انما اوتيته على علم عندي العبارة اللي بتقال اليوم فن الادارة فن الادارة جميل ان يكون عندك فن الادارة مطلوب لا واجب بس اوعى اوعى ترد الامر الى عقلك والى فضلك انت والله انت ضعيف والله انا ضعيف والله العظيم نحن فقراء ما نملك اي شيء لانما اتاك الله عز وجل هذا من فضله ما تقولش انما اوتيته على علم عندي ما تقولش ده فن الادارة ما تقولش ده كمبيوتر ما تقولش ده ادارة حاسمة مطلوب كل هذا انا ما نشدرويش لا مطلوب ان تكون صاحب ادارة حاسمة مطلوب ان تكون رجلا مسلما قويا مبدعا رائعا منتجا في كل مجالات الحياة وفي كل مكان فوق الارض وتحت الارض فوق الارض وتحت السماء او تحت السماء فوق اي بقعة من الارض مطلوب ان تكون مسلما قويا رائعا لكن اوعى تنسى فضل الله عليه يا كأن تنسى فضل الله عليك وان كل ما انت فيه انما هو محض فضل الله عليه طيب اللي معاهم الاموال وعملها ما شاء الله تزيد 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 ومع ذلك معلوم انه يجمع من الحرام ويمتص دماء الفقراء والمساكين ومع ذلك المسائل في زياد اه خلي بالك النبي ما يعني ما سبش حاجة اللي ما بينهلنا كل شيء في الكون حوالك يعني النبي ايله كل شيء اسأل بس السنة وابحث عن السنة وارجع الى العلماء وراجع الربانيين من العلماء واسألهم ما في شيء في الكون الا واخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم النبي الف ذي حاجة اه ده بقول لحضرتك ما سبش حاجة روى الامام احمد في مسنده وغيره حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه خلي بالك انه صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب وهو ايو العبد مقيم على معصيه فاعلم بانه استدراج له من الله عز وجل اقرأوا ان شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به ها فتحنا عليهم ابواب كل شيء الله لم يقل فخسفنا بهم الارض لم يقل فسلبناهم اموالهم لا 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 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فاتخلي بالك كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري استغلي وجاهة زوجكم مكانته واستغلي ما فتح الله بيه عليه فلان الفلان يا ابو فلان عاوزين نوظف له ابنه لانه دراج الفقير ومسكين وانت ربنا من عليك تستطيع تتصل بالوزير الفلاني او بالمسؤول الفلاني اه جميل وظف وظف طاقاتك وامكانياتك واموالك وامرأتك وبناتك واولادك وظف كل ما تملك لدين الله سبحانه وتعالى هو دا المكسب هي دي الزراعة الحقيقية هذا هو الغرص الحقيقي ارجع مع الحديث النبي انا منستشه ارجع مع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بس دي استطردت لابد منها اسأل الله ان ينفعني واياكم بها النبي عليه الصلاة والسلام يقول بقى الملك بقول له الله دا انت كنت يعني مبتلا بالبرس وكنت فقير قال له لا 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 انت ما تعرف ليش انت ما تعرف ليش نما وردت هذا الملك كابرا عن كابر يعني مولد في بؤم على اذهب قال له ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت فصار الله الى ما كان طيب ثم ذهب الملك الى الرجل الثاني الاقرع مسكين ابن سبيل انقطعت به الحبال في سفري اي الاسباب ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك فاعطني مما اعطاك الله جل وعلا قال الحقوق كثيرة الله تاني امشي هدك ود غيرك الحقوق كثيرة لا حول ولا قوة الا بالله فقال له الملك الم تكن اقرع فقيرا فاغناك وعطاك الله من فضل قال كلا بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت ثم ذهب الملك الى الرجل الثالث الذي كان اعمى وقال له الملك مسكين وابن سبيل انقطعت به الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك فاعطني مما اعطاك الله جل وعلا فقال له حقا لقد كنت اعمى فابصرني الله الله اكبر نجح فاز رجل عاد الى اصله منسش الفضل يا سلام كسبا في الدنيا والاخرة سعيد في الدنيا والاخرة قال حقا ايوة انا مش ناسي لقد كنت اعمى فابصرني الله وكنت فقيرا فاغناني الله فهذا مال الله امام عينيك وبين يديك اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهدك اي لا امنع اليوم منك شيئا اخذته لله عز وجل فقال له الملك امسك عليك مالك فانما انا ملك من عند الله جل وعلا وان الله تعالى قد رضي عنك وسخط على صاحبيك يا الله ان لله عبادا فطنى يا رب اجعلنا منهم يا رب ان لله عبادا فطنى عقلاء عقلاء ان لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا فيها اي في الدنيا فلما علموا انها ليست لحي وطنى جعلوها لجة نهرا ماء جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنة اللهم اجعلنا من هؤلاء العقلاء فالمال ظل زائل حقق المال من التجار اكسب واربح بس بشرف بامانة بصدق بين ما تغشش تجارتك هذا موقف جميل ربما اكون ذكرته قبل ذلك لكن ما فيش حرج ان اذكر به مرة اخرى ومرة ومرة ان شاء الله تعالى اسألاني وبكيني واياكم على طاعته ومرضاته اخي من احبابنا في مدينة المنصورة ابتلي بمرض في قلبه اللهم مش في مرضى المسلمين وسافر الى لندن لاجراء فحصات فالاشعى والفحصات قالوا انت محتاج الى اجراء جراحة عجلة لتوسيع في شريان يقله الشريان التاجي قالوا الله ما فيش مانع واستأذن الاطباء والمشرفين على علاجه وقال يعني يعني ممكن في فرصة ان انا اعود الى مصر يقول يعني فكرت ارجع اوصي وارتب بعض الامور وقلت يعني ما حدث ضامن الحياة من الموت فبيقول رجعت الى مصر ورتبت اموري ورتبت احوالي وقبل السفر بايام قليلة يقول انا جالس مع صديق لي فنظرت في الجهة المقابلة في رجل جزار بيبيع لحمة بقول وانا لفت نظري امرأة عجوز كبيرة كامي اه كل ما تقع حتة عظمة على الارض ولا حتة الدهنة ولا بتاعته حطها في كيسة كده معاها بلاستيك سمرة انظر مرة 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 الايت الموضوع بيتكرر فخرجت تعال يا امي بتعملي ايه قالت والله يا ابني انا عندي ست بنات مدقوش اللحمة بقالهم سبع تمن شهور فانا بقبلهم اي حاجة باخدهم اي حاجة حتة عظمة حتة الدهنة قال فتأثرت جدا متاح كل يوم بنرمي لحمة محتاجة قدية ستة لحمة قالت له نص كيلو يا ابني محتاجة نص كيلو بس بقول قلت للجزار اقطع لها اتنين كيلو اقطع لها اتنين كيلو فقطع لها اتنين كيلو بقول سبحان الله وقذف الله في قلبي ونوائف قلت له الست دي هتجيلك كل اسبوع تديها اتنين كيلو لحمة وحسبت حساب سنة كم لمقدما سنة قال وخرجت طلعت الفلوس وديت له حساب سنة مقدما يا الله بقول والله يا شيخ محمد بركة الست دي على ركبها على ركبها ورفعت رصها للسماء الى الله جل وعلا وناجت ربها بكلمات بقول لي والله يا شيخ محمد دعت ربنا جل وعلا لي بكلمات خلعت قلبي ولم اتمالك نفسي من البكاء دعوات بقى انت عارف دعوات امهتنا الطيبات اصحاب الفطرة الطيبة النقي دعاء يخلع القلب وطلع بقى من فطرة سليمة صفية نقية يقول سبحان الله عدت الى صديقي هذا وانا باكي متأثر جدا بس شعر بنشرح في صدري مش ممكن ابدا وسعادة غامرة قل عدت الى البيت وانا مريض بالقلب نشيط حيوية يؤقسم لي بالله يقول لي والله لو قالولي كسر قدر لم كسره والله اهده بنته في الجمعة فتحت له الباب قالت له ما شاء الله يا بابا وجهك ما شاء الله ما شاء الله مش ممكن انه كنت مريض بالقلب فبيقول وانا باكي قلت له والله يا بنت حصل كذا وكذا قال فبكت ابنته الاخرى وغرفعت رأسها الى السماء وقالت يا رب اللهم اسعدنا بالشفاء والدنا كما اسعد والدي المرأة وبنتها يا سلام واستجاب ربك سبحانه وتعالى قل لي والله يا شيخ محمد فت يوم تاني يوم تالت يوم ما نشعر بشيء ابدا ما نشحاسس باي مرض ولا اي هبوط ولا اي تعب لكن الاسرة صممت اني اسافر الى لندن لاجراء الجراحة يقول وهناك بكيت وكأني لم ابك في حياتي من قبل الطبيب اللي بي هيجري للجراحة بيعود الكشف سريع الله نظر ايه الموضوع هاتوا الاشعة الاشعة الراجل ده عنده ضيق في المكان الفلاني في في المكان الفلاني في القلب في الشريان ده فيه ضيق ولازم توسعة مش ممكن تبنعيد الاشعة عيده الاشعة المكان اللي كان ضيق اصبح عاديا اصبح سليما صرخ الطبيب الله انت عملت ايه انا المكان اللي كان محتاج للقراحة مش محتاج لقراحة قال فبكيت وقلت له تاجرت مع الله جل وعلا فشفان الله سبحانه وتعالى يا سلام على التجارة لما تبقى مع الله انا اتعمت تختم بالتجارة مع الله تجارة رابحة تجارة مع الله يلا تاجر بقى مع ربنا تفهر الخير هو الجد والكرم تاجر مع الله تاجر مع الله في الفقراء وفي المساكين وفي اليتامة وفي الارامل وفي طلاب العلم الفقراء وفي هؤلاء المساكين الذين لجدون لقمة الخبز في فلسطين في العراق في الصومال في افغانستان في السودان في كل مكان وانت تعلم من اخوانك في قريتك وفي مدينتك وفي مركزك يلا انفق انفق وتاجر مع الله تاجر مع الله بكل صور الطاعة وبكل صور القرب من الله جل وعلا سامحوني اخذت دقيقة دقيقتين زيادة عن وقت الحلقة فاستغفر الله واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم جميعا صالحا الاعمال وان يغفر لي ولكم وان يختم لي ولكم بخاتمة الايمان واسأل الله جل وعلا ان يسطرنا وانياكم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض وان يقرأ عيوننا وانياكم بنصرة الاسلام وعز المسلمين وان يختم لي ولكم بخاتمة المؤمنين المتقين الموحدين انه ولو ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته